كتاب سوهو يركز على أن الإنسان اخترع الحب لما شعر بالوحدة ومنذ ذلك الوقت ووحدته دائماً تزداد نتعرف أكثر على هذا الكتاب مع ضيفنا عبر تطبيق زوم الكاتب أحمد عبد الغني أهلاً وسهلاً بك في مسأل إمارات يهلاً ومرحباً فيكم يا مرحباً أهلاً وسهلاً في البداية كتابنا لليوم كتاب سوهو شو الهدف من هذا الكتاب وليش طرحت سوهو؟ الهدف من الكتاب زي ما حادك قلت وتفضلت بالبحث عن الحب أن الحب ده شيء أساسي جداً في حياة الإنسان هو من بداية الخليقة من بداية آدم وحوة ولما ربنا حس أن آدم وحيد خلق له حوة تبقى أنيس ليه وجليس وتبقى سند ليه ودعم ليه في الحياة لما نزلوا على الأرض ويفترقوا ابتدا يحس أن فيه جزء منه ناقص فيه جزء منه بيدور عليه على طول ثلاث غريسة الحب تبقى موجودة حب أنه يدور عليها وحب أنه يحتويها وحب أنه يبقى فيه بعد كده أسرة تبقى موجودة وتبقى بداية الحياة فالهدف من الكتاب هو طرح تساؤل عن الحب ودوره في الحياة ودوره في المجتمعات العربية أو مجتمع المصري بوجه عام وهل الحب المال مازال عائق بالنسبة له؟ هل مازال المال عائق في طريق الحب؟ هل الحب لسه فيه مشاكل مش قادر يتخططها حتى في العصر الحديث؟ ولا لا؟ فده فكرة الكتاب بمنتهى البساطة قصة حب رومانسية وبحث دائماً عن الحاجة المقصة اللي فينا فهل إحنا دائماً هنرضى بالقدر أو هنرضى بالمكتوب إن فيه حب دائماً في حياتنا وأوقات ما بنوصلهش ولا هندور عليه ونبتل نسع حواليه لحد ما نوصله هي دي المرزم من الكتاب استاذ أحمد في كتابك ذكرت بأن اخترعنا الحب لشعورنا بيئة الوحدة فما زادت إلا وحدة أكثر شف تقرير بأن أغلبية الأشخاص يوم يروحون السوق يكونون يعانين فيأخذون أي شيء حاولوا لا تنزلون السوق وأنتوا يعانين أو جائعين لأنه بتشترون أغراض يمكن ما لها أي داعي وهكذا ويطبق هذا على كل مناحي الحياة هل فعلاً نحن نبحث عن الحب بسبب شعورنا بيئة الوحدة ولماذا؟ هو زي ما قلت الحديث الأول أنه بداية الحب ظهرت مع الإحساس بالوحدة لما حصل إفتراء بين سائلنا هذا مستلح هو على وجه الأرض وابتدأ إيه حصل؟ إنه هو شعور بالوحدة وشعور إنه فيه جزء منه ناقص ابتدأ الاحتياج ليه؟ وابتدأ هو ما فيش أصلاً معروف كلمة الحب لي أو معروفة إيه اللي بيحصل فهو يوم بعد يوم ابتدأ يتعرف إنه ده حب حب إنه هو تبقى موجودة جنبه أو بتبقى دايماً سند معاه وهي دايماً بتحبه إنه هو يبقى واقف في ظهرها أو يبقى واقف حماية لها أو تبقى مرمية في قضمة بالفعل بالفعل بالضبط بالتالي أصبح الحب ما بقاش موجود علشان فترة الوحدة بس لا أصبح الحب موجود علشان باختصار يعني الحب هو الحياة هو كل حاجة موجودة في الدنيا فمن غيره ما فيش حاجة حتى لو كلمنا في حب زي ما حدتك بتتكلمي في حب المشتريات مثلاً أو إن أنا حسيت بالوحدة أو حسيت بالاكتئاب فانزلت إن أنا أدور على أي حاجة تلهيني عن الموضوع دولاً فابتديت أدور على حاجة بحبها حاجة بحبها في أكل حاجة بحبها في شرق فبالتالي الموضوع تحول هتلاقي الغريزة كلها حول الحب بالفعل أستاذ أحمد يعني كونك صحفي أنت هل تستمد رواياتك من قصص الناس تحديداً؟ خذيني أقول لك إن معظم الكتاب أو معظم الروائيين بتبقى دايماً في جزء من قصصهم من الواقع أو من حقيقة يعني الأفتاز الراحل العظيم نجيب محفوظ كان بيبقى دايماً قاعد على قهوة كشتمر ودايماً بيسمع القصص اللي بتتحكي حواليه الشخصيات بتاعة البطولات أو بتاعة الروايات اللي هو كان بينسجها أو بيكتبها بتبقى طلعة الحدوتة أو البذرة من حدوتة تحكيت له في المكان دوت وهو بتلا يكون حواليها الأشخاص بتاعته وده اللي بيحصل حوالينا في الواقع أنت بتسمع جزء أو بتسمع فكرة أو بتسمع حدوتة صغيرة وانت بتبدأ تطور عليها الأحداث فيما بعد نعم أستاذ أحمد هل في أعمال قادمة أو روايات إديدة سترى النور قريباً؟ إن شاء الله في معركة كتاب في عشرين ثلاثة وعشرين هو أفشار يناير عشرين ثلاثة وعشرين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكراً، شكراً شكراً، شكراً شكراً لكم وشكراً على صזהكم اشتركوا في القناة